مساء الخير شباب سلونكم شاء الله تكونونوا بخير يا رب أهلا وسهلا بكل شخص يتابعنا من مختلف الجامعات العراقية طبعا بالبداية خلي أعرفكم عن نفسي أنا طالب جابر زيد سعدون طالب طب أسنان مرحلة ثانية جامعة الفراحي استكمالا لسلسلة محاضرات مادة الأورال هستولوجي لكلية طب الأسنان وكذلك لقسم صناعة الأسنان هتكون محاضرة اليوم بعنوان الميوركس ميمبرن محاضرة اليوم لها ثلاث مسميات هو الشائع والرسمي الميوركس ميمبرن لكن أكون اسم ثاني ممكن أن الطالب من يجي يعني ما تخطر على باله أنه نفس هذا المحاضرة أو نفس هاي المسمى أو المقصود بي هو نفس هذا الشي الميوركس ميمبرن هو الغشاء المخاطي هذا اللفظة الأولى أو المصطلح الأول المصطلح الثاني أو التسمية الثانية هي الأورال ميوركس ميمبرن التسمية الثالثة أو المصطلح الثالث هو الأورال ميوركوزة يعني من يقول الأورال ميوركس ميمبرن أو من يقول الأورال ميوركس ميمبرن أو من يقول الأورال ميوركوزة هذن للثلاث مصطلحات نفسي تمام معناها الغشاء المخاطي أو الغشاء المخاطي للفم تمام؟ فخلي نبدأ في محاضرة اليوم الأورال ميوكوس ميمبران اللي هو نفسي يتبع قوسيا قال الأورال ميوكوسة الغشاء المخاطي للفم يكون باريار هو حاجز يكون باريار ذات سيباريتد the underlying tissues from their environment هذا الأورال ميوكوسة هو حاجز يفصل للunderlying tissues عن their environment عن محيطها يعني هاي الأورال ميوكوسة يفصل للأنسجة عن محيطها تمام؟ يفصل للأنسجة عن محيطها زين أولا يقول لك it's consist of راح يكون مؤلف من two layers هذا الأورال ميوكوسة يكون مؤلف من two layers أي طبقتين الطبقة الأولى هي surface stratified sequamous epithelium الطبقة الأولى هي surface stratified sequamous epithelium الطبقة الثانية هي the bare connective tissue تجويف الفم في بعض الأورال ميوكوسة في بعض الأحيان أنه يوصف على إنه مرر مرآة that reflects the health of individual الأورال كافيتي تجويف الفم يوصف على إنه مرر أو يتم توصيفه على إنه مرر أي مرآة that reflects اللي راح تعكس لي health of individual صحة الشخص شنو معنى الأورال ميوكوسة الغشاء المخاطي مالة الفم مالتي يكون بلون معين أنا شنون أجي أعرف أنه مثلا أكو التهابات عندي داخل هذا الداخل الفم إذا كانت التهابات اللثة إذا كانت التهابات أي شي داخل الفم الآخر سواء كان أخلي قولوا بمصطلحنا بلاعيم أو شي مني شو نعرف أكو التهاب راح يتغير لون هذا الغشاء الغشاء الطبيعي أو الغشاء المخاطي ماذا الفم إلى لون مني يتغير لونه عن الطبيعي معناها أنا عندي حالة مرضية تمام فبالتالي هذا الأورال كافيتي هو يعتبر مرأة راح تعكس لك صحة الانديفجول صحة الشخص تمام يقول تغيرات اللي راح تصير يعني من يتغير لون الغشاء المخاطي مالة الشخص يشير على أنه على أنه أكو مرض تمام يشير على أنه أكو مرض هذا المرض هذا حاجة هواية قال هذا ما بي معنى أنت فهم لي أنه التغييرات اللي راح تصير تشير أوفل ديزيز إلى وجود مرض تمام زين هاي الأمراض مثل شنو نزل لي آخر سطر اللي هو الدايابيتس السكري أو قد يكون نقص الفيتامينات أو قد يكون يعني ممكن يكون اللوكال إفكس الآثار الجانبية للكورنك تبق لإدمان الكحول أو للتبغ المزمن تباكو هذا أما تلفظ تبك أو أما تلفظ تباكو هناك دي يقول دي يقصد اللوكال إفكس يعني باون هسا تقول لي أنت جابر أنا الغشاء المخاطي مالتي إلى لون طبيعي معناها أنا كشو ما بيه أي حالة مرضية من يتغير اللون مالتك معناها أنت عندك ديزيز عندك مرض عندك حالة مرضية سواء التهاب سواء أي شي تمام زين شنو الأشياء اللي ممكن أنه شنو الأشياء اللي ممكن أنه تغير لي لون هذا الأورال الميوكوزة الأشياء أولا اللي هو الدايابيتس مرضى السكري من في جتباه على الغشاء المخاطي مرضى السكري يختلف على لون الغشاء المخاطي مع الفم مالتك تمام كذلك الفيتامين ديفيكين سي نقص الفيتامينات طبعا كل واحد من يصير عنده نقص بأي فيتامين نقص أي فيتامين رح يؤدي إلى فد انعكاس ممكن أنه يأثر على الوجه أو لون البشرة أو على نقص بهواء أشياء داخل الجسم فنقص الفيتامينات رح يسبب لي مشاكل كل شي هواية جدا كثيرا كومة بالتالي نقص الفيتامينات رح يؤدي لي إلى أنه يتغير اللون مال الأورال ميوكوزة أو the local effects of the cornic tobacco أو الكهوليوز أنت دائما ليش هنا يقول الآثار المحلية للتبغ هنا أو الآثار الجانبية المدخنين هاي يعني أبسط مثال أنه المدخنين مالتهم وشنا رح نلاحظ أولا نلاحظ أنه لون الأسنان مالتهم يختلف عن لون الأسنان الطبيعي رح يكون أغمق والشي الثاني اللي رح اللاحظة ما دام يتغير لون الأسنان إذن أوتوماتيكيا ومباشرة رح يتغير لون الأورال ميوكوزة غشاء الفم مالتهم تمام عدنا الفنكشن أوف الأورال ميوكوزة الوظائف مال الغشاء المخاطئ للفم أولا هو بروتيكشن هو حماية هو أولا بروتيكشن ثاني لم يحتاج تحفظون لمقابلة لأن المقابلة ما بي معنى فنحفظ أولا فنكشن أوف الأورال ميوكوزة هو بروتيكشن حماية ثانيا شنو معنى معناها قد يكون حساس لدرجة الحرارة اللي هو هيت إذا كانت حرارة أو كولت أو برودة والأمثلة منطيك مثل تاتش والبين والتيست باد والثيرست هذن السينسيشن الإحساس يقصد بيها الإحساس مقسمة إلى القسمية إذا كان تيمبرتشا أو عدة أقسام إذا كان ديم تيمبرتشا الإحساس بالحرارة اللي هو الهيت يعني حرارة أو برودة أو سواء كان تاتش تحس أنه باللمس أو التايست باد براعمل تذوق أو تحس ثيرست بالعطش أو ردود الفعل مثل بلع الطعام وفراز اللعاب هذن يحفظني مثال مثالي من هذن مثلا سيسيشن يحفظني تيمبرتشا ما معناها هيت أند كول حرارة أو برودة وحفظني تاتش أو أي واحد آخر من هذن ما يحتاج تحفظ كلياتهم الثالثة عندك الإفراز وظيفة وأهم وظيفة يعني أهم وظيفة للأورا الميوكوزة هو إفراز اللعاب ليش إفراز اللعاب مهم لأنه ما هو أصلا الشيء الأساسي والنمبر اللي يحرك لللقمة داخل الفم هو السلايفة تمام أضف إلى ذلك أنه أنت ملاحق يعني العضلات الموجودة داخل اللسان والعضلات اللي موجودة كل هالأشياء كلها مجتمعة لكن السلايفة لها دور كل شي كبير بأنه تحرك لي اللقمة فهي أصلا أهم فانكشن للأورا الميوكوزة هو السلايفة سيكريشن خلاص انسي اسمك واسم أمك واسم أبوك ولا تنسى هاي الوظيفة رب العالمين بيوم القيامة يسئلك عنها أوكي هاي المعلومة لا تنساها أنت تحتاجها مو بس بامتحان تحتاجها مدى حياتك كلها هذا التنظيم الحراري ما يحتاج تحفظ المقابل فقط تحفظ تنظيم حراري شون شين معنى التنظيم الحراري هنا قال لك مهم بالكلاب مو بالإنسان إذن شا علي بي تمام نجي على الأهم والمهم جدا أنواع الغشاء المخاطئ للفهم رح يقسمونه أنواع حسب الوظيفة حسب الوظيفة أولا المستكتري ميوكوزة المستكتري ميوكوزة هو part of that is adapted to need a fraction a fraction product by المستكتري ميوكوزة هو جزء هذا الجزء ناتج to need friction product by المستكتري هذا الجزء ناتج من الاحتكاك أثناء المضغ أنت من تمضغ رح يصير أكو احتكاك بالأورال ميوكوزة مالتك فهذا النوع المستكتري ميوكوزة هو ينتج نتيجة هذا الاحتكاك أثناء المضغ هذا المستكتري ميوكوزة يكون أما كيراتي أو بارا كيراتي تمام التفسير المستكتري جنجة كيراتي مثل الجنجة أو قد يكون مثل الجنجة بكل أنواعها الفري جنجفة والأتاجت جنجفة والإنتر دينتال جنجفة كذلك الهارد بلد ذنين المثالية هذا إتس فورم راح يكون لي 25% of total mucosa يكون لي هذا التماستيكتري mucosa يكون 25% من total mucosa يعني من الغشاء المخاطر كله للفم ثاني نوع عدنا lining mucosa lining mucosa راح يكون لي 60% من total mucosa 60% من الغشاء المخاطر كله للفم هذا كفورز راح يغطي لي أولا floor of mouth والventral tank شو يقصد بالventral tank الفنتral tank اللسان مالتنم أكو بيه سطحين سطح لي فوق وسطح لي جوه هذا أخذناه بالتشريح بالأناتومي الفنتral surface هو سطح اللسان اللي جوه أوكي فهذا الفنتral tank هو سطح اللسان الجوه زين وكذلك الألف يولر ميوكوزة وكذلك التشيكس الخدود واللبس الشفتين والسوفت بلد تمام إذن اللايننج ميوكوزة نسبة 60% من total mucosa أسوي الأورى لسواله هيك أقرأ 60% من total mucosa وين أشوفها؟ راح أشوفها بالفلور أوف الماث وبالventral tank وبالألف يولر ميوكوزة وبالتشيكس وباللبس وبالسوفت بلد هذا does not funiction and mastication ما يكون فعال بالمضغ and therefore لذلك هاز راح يملك minimal attrition يملك minimal attrition يعني يملك حد أدنى من التآكل يعني نسبة تعرضة للتآكل كلش قليلة ليش في أنه ماكو مستيكيشن عليه ماكو مضغ ماكو قوة تسلط عليه بالتالي طبعا ما راح يكون عرضه للتآكل هذا يكون باو اللي قبل الماستيكات الميوكوزة كان كيراتينايز وبارا كيراتينايز هذا يكون نون كيراتينايز تمام ثالث نوع specialized myocosa أنت منك قتل النوع الأول 25% والنوع الثاني 60% هاي صارا اشقيت صارا 85% بعد اشقيت حتى يصير 100% بعد 15% هاي الـ 15% هي نسبة specialized myocosa specialized myocosa هي 15% من total myocosa وين راح أشوفه راح يغطيه للدورسل تانك شون الدورسل تانك احنا قلنا الفنترال تانك هو سطح اللسان من جو سطح اللسان من فوق هو الدورسل تانك تمام انت كومبوست راح يحتوي على الكورنفايد ابيثيلي البابلة يحتويلي على الكورنفايد ابيثيلي البابلة it's so cold because it holds the taste bad انه ليش تم تسميته بال-specialized myocosa لانه راح يحتويلي او بسبب انه يحمل holds يحمل taste bad يحمل براعم التذوق براعم التذوق ممكن وين موجودة تقول لك او يعني يجينا سؤال موجودة بال-specialized myocosa تمام نجي على structure of the oral myocosa تركيب oral myocosa من شنو مؤلف اولا overlying oral epithelium ثانيا underlying connective tissue underlying connective tissue هاي الconnective tissue بين قوسيا قاي lamina property والسب myocosa هو ثانيا قاي underlying connective tissue اي ما معنى انه الconnective tissue اي النسيج الضام راح يكون متمثل بال-lamina property وبالسب myocosa تمام الconnective tissue يكون متمثل بال-lamina property وبالسب myocosa يقول the oral اللي بالاحمر يقول the oral epithelium هاي ظهارة الفن راح يكون يا أما keratinized or barra keratinized or non keratinized stratified سكوية مس epithelium اجيش رح لك هذه شنو معنى هذا الحش ما افتهمت اوضحها اليك خلي نتفق على شغلة وحدة انه انت عندك مصطلح ثابت اسمه stratified sequemus epithelium هذا المصطلح ثابت stratified sequemus epithelium stratified sequemus epithelium مزين هنا هنا يقول هذا oral epithelium يكون low معنى low keratinized stratified sequemus epithelium low non keratinized stratified sequemus epithelium low barra keratinized stratified epithelium يكون واحد من ذن الثلاثة او ثلاثة او اثنين من ذن الثلاثة وضحة زين يقول the interface اللي بالأحمر the interface between epithelium والconnective tissue يكون مؤلف انت مو قل التركيب الميوكوز overlying oral epithelium و underlying connective tissue اي ما معنى مؤلف من oral epithelium يعني الميوكوز مؤلف من oral epithelium و من connective tissue زين هاي الواجهة ما بين epithelium و ما بين connective tissue اكو structural layer اكو طبقات هيكلية هاي الطبقات الهيكلية اسمها basement membrane اسمها basement membrane هاي الواجهة يقول this interface هاي الواجهة تكون regular غير منتظمة and compost و راح تكون مؤلفة off downward projection نتو للأسفل off epithelium يعني نتو جو epithelium اسمه elreti ritz or elreti bix و أكو upward projection أكو نتو fogal connective tissue fogal connective tissue اسمه connective tissue papilla وصلت أكو نتو fogal connective tissue اسمه connective tissue papilla يقول lose fat lose fat and glandular tissue with blood vessels and nerves seen underneath or mucosa from underneath bone or muscle layer this layer is thermite sub myocos provides flexibility what's the meaning of this thing lose fat glandular tissues and the blood vessels the nerves and the nerves and the inside all these things it means let's 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 glandular tissue blood and the blood والأوعية الدموية والنيرز والأعصاب وين تشوفها موجودة الأندرنيث الأورال ميوكوزة معناها أسفل الأورال ميوكوزة الأورال ميوكوزة اللي هو بالأصل يكون الأندرنيث البون أور المصل لير يكون أسفل عضلة أسفل عظم أو يكون أسفل طبقة عضلية هاي خليها في بالك السبميوكوزة يكون أما أسفل بون أو أسفل مصل أسفل عظلة أو أسفل عظم هذه الطبقة راح نسميها السبميوكوزة تمام سبميوكوزة هاي السبميوكوزة توفر لي مرونة اقول إن جنجفة عند هارد بلات بتجنجفة والهارد بلات يعني باللثة والهارد بلات نو سبميوكوزة السين ماكو سبميوكوزة ما تقدر شوفها ترتبط مباشرة بالسمحاق مع الأندرنيينج بون منرتبطة بالسمحاق مع الأندرنيج بون هذا الارتباط راح يوفر لي هذا الارتباط يكون firm يكون ارتباط وثيق هذا الارتباط يكون ارتباط غير مرن هذا الارتباط يكون غير مرن هذا الارتباط سيسمى أورالي ميوكو بيريو أوستيام تمام البيزل سيلز البيزل سيلز هذه البيزل سيلز انترفيس ويضم الميمبران هاي البيزل سيلز تكون بمواجهة أو تتفاعل ويمنوي الميمبران الغشاء سيباري تنج the epithelium and lamina propria هاي البيزل سيل رح تتفاعل ويه الغشاء اللي ما بين الابيثيليام وما بين lamina propria هذا الغشاء شنو اسمه اسمه البيزل lamina الغشاء اللي ما بين الابيثيليام وال lamina propria شنو اسمه اسمه البيزل lamina لا تنسى اسمه البيزل lamina هذا كل شهواية جدا كثيرا كما مهم الغشاء اللي بين الابيثيليام ولا بين الامينبان اسمه basal lamina يقول البيزل سيل رح ترتبط بالبيزل lamina بواسطة الهمي دياس موسامز ا gesagt انت مو قلد البيزل سيل رح تتفاعل consist به الغشاء اللي ما بين الابيثيليام والأورالما وكذلك ما بين الامينبان وكذلك ما بين إذن البيزل سيالز راح تتفاعل ويها البيزل لامنة أو ترتبط ويها البيزل لامنة بواسطة هيمي ديس موسومز هذا شن الهيمي ديس موسومز بعدين نعرفون هذا اللي بالسلايد بعد عندنا فقط هذا الشي تتشوفون انه اكو بالسلايد رقم خمسة اللي هو غلايكو بروتين ورقم ستة سبش الله انكورينج فايبرز جواها يقول لك ديس فريزون اكو منطقة حرة فريزون اكو منطقة حرة راح تظهر مؤلفة اكو منطقة حرة هذي هنا راح تكون مؤلفة من شنو مؤلفة من تولى منه من حليمات اثنين اولا اللامنة لو شيدا او لو شيد هاذ اللامنة هاي اللامنة راح تكون كلير سيل فريزون تحتوي على خلايا او هي خلايا او منطقة خلايا واضحة كلير واضحة تكون تو وارد باتجاه الابيثيليوم اللامنة دينسة مو كانت ذيكو منطقة خلايا واضحة لا هاي راح تصير دارك غامقة منطقة خلايا غامقة هذيكو كانت باتجاه الابيثيليوم هاي راح تصير باتجاه الستي اي اتجاه الكنيكتف تشو النسيج الضام تمام تمام هاذي النوع اللامنة دينسة راح تحتويلي على الفاين كولاجين فايبرز راح تحتويلي على الياف كولاجين هاي الالياف نسميها الانكورنج الانكورنج فايبرز الياف التثبيت مني يقول للانكورنج فايبرز وين موجودة موجودة بالله من دينسة اللي بعدها السلايد اللي بعدها هو رسم ما بيشي كذلك هذا السلايد ايضا رسم كذلك السلايد اللي بعده ايضا رسم والسلايد اللي بعده ايضا رسم ما بيشي كذلك السلايد اللي بعده ايضا رسم هذا السلايد ايضا رسم نجي على characterictus features of the cell of the oral epithelium هنا فتح لي عقلك يقول لك السمات التعريفية ماذا الخلايا الموجودة بالoral epithelium أكو خلايا بالoral epithelium أريد أعرف هاي شنو مميزاتها شنو صفاتها شنو خصائصها أولا رح أبلش ده epithelium الظهارة هاي الظهارة تحتوي على خلايا حفظها سوالة هاي الخلايا تكون to each other رح ترتبط مع بعضها by desmosomes بواسطة desmosomes أرجع أذكرك قبل شوية كان عندنا مصطلح hemi desmosomes وقلت لك هسا بعدين نعرفه هسا صار أكو مصطلح desmosomes هسا رح أيضا أوضحك هي جايل اللي قدام يقول هاي الخلايا ترتبط مع بعضها البعض بواسط desmosomes and arrange it in layers تكون مرتبة بشكل طبقات هاي الخلايا مرتبة على شكل طبقات these cells هاي الخلايا اسمها الكيراتينو سايتس شنو اسمها الكيراتينو سايتس كيراتينو سايتس هاي أهم من مستقبلك بوجود هاي أهم من مستقبلك وهم من وجودك بطب الأسنان بكبرى هاي الخلايا الكيراتينو سايتس لا تنساها احلم وامشي بالشارع وصيح عادي خلي يقولوننا يعني شي يقولوننا مخبل عادي كيراتينو سايتس كيراتينو سايتس كيراتينو سايتس كيراتينو سايتس لازم تعرفها هذه فهاي الكيراتينوسايد هي 90% من الإبيثيريوم سيلز هذه الكيراتينوسايد هي 90% من خلايا الإبيثيريوم تلاحظش قد مهمة وتجي حضرة جنابك تنساها الله ينساك برحمته إذا تنسى هذا الاسم وتنسى نسبتها تمام هي نسبتها 90% من الإبيثيريوم The name of these cells اسم هاي الخلايا اللي هو يعني اسم الكيراتينوسايد not due to its ability to product keratin مو بسبب انه تنتج الكيراتين سميناها كيراتينوسايد لا but to its content لأنه راح تحتويلي على أربعة التونوفايل مينت أو أربعة فايبروز بروتين لأنه تحتويلي على أربعة التونوفايل مينت أو فايبروز بروتين and these keratinocytes هاي الكيراتينوسايد are present تكون موجودة in all types of oral epithelium بكل أنواع الأورال بسبب عليها تكون بكل أنواع الأورال بسبب عليها تكون بكل أنواع الأورال ليش نسبتها 90% 90% مو غلية أصلا هي كل يدير بالك قاف يشيل النسبة يقول لي ما يقول لي لـ 90% يقول لي majority غالبيت أو يقول لي the main sales الخلايا الرئيسية أنت فهمها نفسها هي الكيراتينوسايد زين النوع الثاني مو 90% كيراتينوسايد هاي العشرة بالمية ما المنو هاي العشرة بالمية the other 10% of sales العشرة بالمية الأخرى من الخلايا اللي برازنت موجودة بالأورال أبيثيليام هي النون كيراتينوسايد إذن عند 90% كيراتينوسايت وعند 10% نون كيراتينوسايت هاي النون كيراتينوسايت شنيه شنو أنواعها هاي الكيراتينوسايت متمثلة بالميلانوسايت وباللانجرهانز وبالميركلز وباللمفو سايت سايتسيلز أربعة خلايا النون كيراتينو سايت متمثلة بأربع خلايا أولا الميلانو سايت والثانيا اللانقر هانز وثالثا الميركولز ورابعا اللمفو سايت يقول لك الثالثة الطبقات العميقة من الابيثيليام اللي هي هنا البيزل والسبرا بيزل يعني عندي بيزل سيال ليار وسبرا بيزل سيال ليار هذه راح تملك تملك القدرة of the active mitotic division هاي الطبقات العميقة المتمثلة بالبيزل والسبرا بيزل لها قدرة على الميتotic division of the active الميتotic division معناها على نشاط الميتotic division أي على نشاط الانقسام الاختزالي and these cells هاي الخلايا the needles replace راح تحل محل the regeneration serve sales راح تحل محل خلايا السطح المتدهورة هاي العملية من ان originally التحلpm محل خلايا السطح المتدهورة يعني خلايا السطح المتدهورة راح تدهور تجي بمكانها خلايا جديدة هاي الخلايا هاي العملية من راحة الخلايا واجدتي بمكانها خلايا جديدة شنو اسمها اسمها تمام عدنا أنواع أولا كيراتينايزد أورال أبيثيليم اللي هو اسم الدلع الارثو كيراتينايزد البيزل سيال ليار أول شي راح نبلش بالبيزل سيال ليار أول أنواع الكيراتينايز أور الإبيثيليام اللي هو البيزل سيال ليار لها اسم دلع ثاني ستراتان بيزل هذه هي راح تكون سينكل كابويدل أور شورت كولومينار يعني لو تكون مفردة مكعبية أو تكون قصيرة كولومينار شورت كولومينار تمام هذه التاج ترتبط مع بعضها البعض بايد ديسموسومز تعال جابر أنت مرة قلت لي هيمي ديسموسومز وراح أعرفك عليها وقلت لي الديسموسومز وحدها وهم قلت لي راح أعرفك عليها تعال هسه قل لي شنه مو قلني هاي الخلايا يعني البيزل سيال ليار راح ترتبط مع بعضها البعض بواسطة الديسموسومز هسه أجي أقول لك هو شنو الديسموسومز الديسموسومز هو a type of الجانكشن وإحنا اللي قاري على بصماتي يفهم الجانكشن هي منطقة اتصال ما بين شيئين فالجانكشن هو type of الجانكشن نوع من الاتصال between the cells ما بين الخلايا of the same embryonic origin same embryonic origin امشي بالشارع same embryonic origin شاسمك same embryonic origin شاسمك same embryonic origin هاي same embryonic origin متشابهة الأصل الجنيني اوكي يعني الخلايا بابا والله جابر انت تعرف تربط شي يقول لك يقول البيزل سيل ليار هاي الخلايا ترتبط مع بعضها البعض مو لأنه ترتبط مع بعضها البعض لا لأنه كلها من نوع واحد كلها من جنس واحد من وهي بايزل سيل لأنه كلها بايزل سيل باوع لأنه كلها بايزل سيل راح ترتبط ويا الديسموسومز آه لأنه انت قدت الديسموسومز وهي خلايا متشابهة الاصل الجنيني تمام الثانية يقول لك هذه الطبقة هذا الحجي خريط طرحون فقط يعني انه ترتبط مباشرة للتاج توجد تشو هاي الطبقة اي البيزل سير ليار رح ترتبط مباشرة وين بالتوجد تشو بواسطة الهيمي ديسموسومز زي لها السيد اسموسومز وي خلايا متشابهة الاصل الجنيني اهنا هاي البيزل سيريار ارتبطت بال بالباسل سير لير ايش جابع الكن اليكتب مو من نفس الاصل الجنيني لذلك ارتبطت بالهيمي ديسموسومز ايو شن الهيمي ديسموسومس هو جانك شن اعنى منطقة التواصل ريسمبل ديسموسومز يشبه الديسموسومز بط هنا من البط ورجر لألفين خط البط بتوين لكن ما بين قبل هاي اللي كانت وين كانت ويا السيم امبريونيك اورجين هاي ويا الدفرنت امبريونيك اورجين تمام هاي البازل سيل لايار كونسيست اوف رتكونوا مؤلفة اوف تو بيوليشن اوف سيلز ما مؤلفة من جموعتين ان الخلايا هاي المجموعة الاولى هي سيل ريتد اي تكون سيل ريتد معناها مسننة هاي تكون تحتوي على تحتوي على تحتوي على خيوط لونية هاي الخيوط تتكيف للارتباط معناها ترتبط مع بعض او ترتبط مع اي شيء اخر من الخلايا النون سيل ريتد غير مسننة اللي هو يقصد بيه احناية الستيم سيلز هي سلولي دايفدنك سيلز خلايا تنقسم ببطو واتسير في هاي الخلايا رح تعمل على بروتيكت جينتك انفرميشن معناها شنو معناها الحفاظ على المعلومات الوراثية او الجنينية للنسيج ثاني نوع هو سباينواز او بريكلي سيل لير اللي هاي اسم ثاني اسم الدلع ستراتم سباينوزم هاي ستراتم سباينوزم شنو تكون تكون سيلز او الريكيولر خلايا غير متماثلة غير منتظمة عددها لا قبل العدد تكون اوفال انشايب تكون بيضوية الشكل عددها من عشرين الى خمسة وعشرين ليرز اوفل سيلز عددها من عشرين الى خمسة وعشرين طبقة من الخلايا هاي الخلايا they join together رح ترتبط مع بعضها بواسطة الانتر سيليولر بريكس ترتبط هاي العشرين والخمسة وعشرين خلية ترتبط مع بعضها بواسطة الانتر سيليولر بريكس يقول الفراغ اللي ما بين الانتر سيليولر contain رح يحتوي لغلايكو بروتين والفايبرونيكتين بس يحتوي لي غلايكو بروتين وفايبرونيكتين جو قبل اللي بالأحمر عندك هنا قبل اللي بالأحمر بسطر عندك اثنين الى ثلاثة سيولز من ثلاث مو هو مؤلف من عشرين الى خمسة وعشرين طبقة من الخلايا يقول طبقتين الى ثلاثة من هاي الخلايا شبيها راح تكون 2 إلى 3 خلايا أو 2 إلى 3 من طبقات هاي الخلايا راح تكون خلف البيزل سيال لير خلف البيزل سيال لير خلف البيزل سيال لير وتكون اندرقو وتكون اندرقو وتخضع للمقسام الاختزالي لذلك سميناها ستراتم جيرمينايتف لير إذن يا هي تقول لك سؤال يجيك كولد يدعى ستراتم جيرمينايتف لير وتخلي لك اختيارات تختار سباينوزم سيال لير اللي هو نفسي تهل بريكلي سيال لير اللي هو نفسي تهل ستراتم سباينوزم تمام هايش تعلموا تقولون الأورال اللي بعدها ما بيشي فقط فقط رسومات واللي بعدها كذلك هاي الرسومات بالعملي من المفترض انه تكون نجي عندنا الجرانيولر سيال لير الجرانيولر سيال لير او الها اسم دلاح ستراتم اقراني اقرانيولزام هذه هي عبارة عن من اثنين الى ثلاثة لير من طبقتين الى ثلاثة من الخلايا هذه تكون ثلاثة تر او فلات تكون مسطحة وعريضة تمام يقول لك الأودلاند باديز او الأودلاند باديز الأودلاند باديز هاي الحبيبات تكون present between تكون مابإبت الجرانيولر وكذالك كيكون مابإبت الجرالي الطبقة والطبقة الجرانيولر الوظيفة مالتي بروداكت ديفينسي برميابوليتي باريار إن هو وظيفته إنتاج حاجز دون فادية هذا رح يكون موجود بكل أنواع الأورال أبيثيليام دقيقة جابر أنا مركز وياك أنت مرتين قلت موجودة بكل أنواع الأورال أبيثيليام ياهو الشي الأول وياهو هذا الشي الثاني الشي الأول قلت لك إن الكيراتينوسايت هو تسعين بالمئة من الأورال أبيثيليام ويكون تسعين بالمئة من الأبيثيليام سيالس ويكون موجود بكل تايبس أوف الأورال أبيثيليام هذا الشي الثاني يهمين من هو اللي هو هذي هذا أيضا رح تكون موجود موجودة بكل الأنواع من الأورال أبيثيليام الكيراتينايز ديار أو اللي اسم دلع هو ستراتم كورنيام هذي رح بس حفظي هاي المعلومة البسطة الثاني قيل ذي سيالس هاي الخلايا هاي الخلايا تكون مسطحة أكثر من الخلايا القبلها يعني أكثر من خلايا السيطراتم كورنيام بس هاي المعلومة أوكي وبهذا السلايد ننهي محاضرتنا للمحاضرة للميورك اسم أمرو ترجمة نانسي قنقر